السلام عليكم ورحمة الله إجراءات جديدة تنتظر مرتادي الحمامات بسبب أزمة الماء بعد أن دقت الحكومة ناقص الخطر بخصوص ندرة المياه والنجاعة المائية يتجه المهنيون في قطاع الحمامات ورشاشات العمومية إلى اتخاذ إجراءات للمشاركة في مواجهة معضلة قلة الموارد المائية التي تواجه المغرب وكشف ربيع وعشة رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب أن مهني القطاع يستعدون في الأيام المقبلة لإطلاق حملة تحسيسية لحت المواطنين على أهمية عقلنة وترشيد استهلاكهم للماء داخل الحمامات معلنا في تصريح أن المهنيين يتجهون إلى وضع إجراءات للمساهمة في تعزيز استراتيجية النجاعة المائية التي تؤكد عليها الحكومة من خلال إلزام المواطن بجلب دلوين فقط للاستحمام على أن لا تتجاوز مدة زيارته للحمام ساعة ونصف كحد أقصى هو أضاف المتحدث أن الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية بالمغرب باشروا الحوار مع الأحواض المائية للأقاليم والجهات لإيجاد سياغ للشراكة تمكن الطرفين من العمل على إطلاق حملة تحسيسية لدعوة المواطنين على الحفاظ على التروى المائية وعقلنات استغلالها